يعني تعارض تام في المواقف مصر تصر على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح والدائرة المحيطة به وأن يعود المعبر للاتفاقية التي كانت توقعت ما بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل وبرعاية الاتحاد الأوروبي والتي كانت تؤكد على أن يرى تولى إدارة المعبر من ناحية فلسطين السلطة الفلسطينية أو الحرس الرئاسي للسلطة وأن تراقب البعثة التابعة للاتحاد الأوروبي تبقى لضوابط محددة عملية العبور وأن تتحكم مصر في المعبر من ناحيتها إسرائيل حاولت أن تقدم حلولا مختلفة عن العودة إلى هذا الحل وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى الموقف الإسرائيلي فعرضت في البداية أن تكون هناك شركة أمنية أمريكية تتولى إدارة المعبر ويبقى الجيش الإسرائيلي خارج المعبر ورفضت مصر ذلك حتى لا تعطي شرعية لاحتلال إسرائيل للمعبر والمنطقة المحيطة به وترتب لإقامة دائمة وهو ما يتعارض مع كل ما هو مطروح الآن من صيغ للحل والجولات التفاوض والانسحاب الإسرائيلي من غزة فطرح فكرة أخرى أن يتم إدارة مدنية فلسطينية للمعبر حسب وجهة نظر إسرائيل وفشلت في إقناع عناصب فلسطينية للإدارة ومصر أصرت على أن يكون هناك تمثيلا للسلطة الفلسطينية ولو من الضباط الذين كانوا يديرون المعبر موجودين داخل غزة حيث أن إسرائيل تصر على أن لا يكون هناك وجود لحماس في ذلك المعبر دعني أشير نقطة مهمة هو أن الحضور العسكري الإسرائيلي ليس في المعبر فقط هناك كتيبة كاملة في المعبر وهناك كتيبة أخرى مدرعة وأربع دبابات وكتيبة أو فصيلة هندسية حول المعبر حتى لو سلمت بإدارة المعبر لا تزال تتحكم في المنطقة المحيطة به صحيح طيب يعني